جدار استنادي ينهار ويهدد عمارة سكنية وسكانها البالغ عددهم نحو مئة إنسان حيث انهار جدار استنادي لأحدى البنايات السكنية بمنطقة حينزالة بفعل سيولي مياه الأمطار التي داهمت المنطقة والبناية مؤخرا وكشفت عن رداءة البنية التحتية التي أشرفت عليها أمانة عمانة نحن طبعا لجأنا للمسؤولين ولجأنا لجميع الناس لغاية السماحة وصلنا غير قناتكم ثاني شغلة اللي حصل بالضبط وقت الأمطار الغزيرة اللي حصلت الشوارع ما كانت تستوعب نهائيا ما كانت تستوعب نهائيا اللي العبرات مسكرة مغلقة فصارت الماء تندفع وين الاندفاع الماء صار كله ناحية السور الاستنادي اللي هو محيط في أساس البيوت فتم انه ما قدر ما في تنفيذ الماء فضغط الماء ارتفع فوق المترين ونص فأخذ السور ونهال فصار انجراف هائل للطربة زي ما انت شايف والله يستر احنا قاعدين على خوف هذول عائلات فوق تقريبا بتحكي على أطفال بتحكي على ست سبع عائلات وكل واحدة عنده ست سبع عمفار وشوف زي ما انت شايف التشققات اللي صايرة في البيت يعني احنا قاعدين على زي ما بقولوها شفا حفرة من النار فيش ما ضل فيها يا من عيش يا الله اكبر الجدار الاستنادي الذي ترتكز عليه هذه العمارة التي تتكون من خمسة ادوار انهار واستقر على جدران المسجد المجاور للبناية الذي تضرر ايضا اعزاء المشاهدين نتواجد على سطح هذا المسجد المجاور لهذه البناية ونلاحظ كما ترون هذا الجدار الاستنادي الذي كانت ترتكز عليه هذه البناية المكونة من خمسة طوابق سقط هذا الجدار الاستنادي على هذا المسجد والمكون ايضا من اربع طوابق والآي للسقوط في اية لحظة نتيجة مداهمة سيول مياه الامطار خلال العاصفة المطرية الاخيرة وتسببت باضرار عديدة لهذا المسجد والعمارة المجاورة للمسجد ايضا ونلاحظ ايضا ان هذا الجدار الاستنادي معرض للسقوط في اي لحظة ما ينذر بكارثة حقيقية سوف يكون نتيجته الخسار بالارواح لا قدر الله مع انهيار هذا الجدار وتمركزه على المسجد لا يزال الوضع خطيرا كون هذا الجدار المنهار ايضا للسقوط في اي لحظة على ممنى المسجد مما سيؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها اذا لم يتم معالجة المشكلة بشكل عاجل قبل تأثر المملكة بمنخفضات جوية قوية عزاء المشاهدين نلاحظ ان هذا الصور او الجدار الاستنادي الذي كان يحمي هذه العمارة المكونة من خمسة طوابق ونتيجة مداهمة سيول مياه الامطار انهار هذا الصور وارتكز على المسجد المجور لهذه البناية ونلاحظ ايضا ان هذا الصور الاستنادي اي للسقوط في اي لحظة ويهدد ارواح المصلين الذين يأتوني لهذا المسجد عزاء المشاهدين ونلتقي برئيس لجنة الاشراف على هذا المسجد ساهي حمد يعطيك العافية الله يعافيك نعم يريد تحدثنا عن المشكلة التي لحقت بهذا المسجد سيدي بتاريخ خمسة شهر عندما كان المنخفض الجوي القوي تجمعت مياه الامطار نزلت على العبرات العبرات مغلقة كانت مياه الامطار تتدفق الى المنازل ومن المنازل تدفقت الى خلف الجدار الاستنادي بارتفاع ثلاثة متر مما أدى الى اندفاع المسجد الجدار الاستنادي انهيار واندفاع الجدار على المسجد وقد تسبب هذا الانهيار بمخاسر كبيرة على المسجد والآن الوضع خطير جدا يعني للسلامة العامة على الأرواح أرواح الناس ونسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا أي السقوط في أي لحظة هذا الجدار الاستنادي حسب تقرير المهندسين الأمانة وحسب تقرير حسب تقرير دكتور مونير قاقيش رئيس الدينة السلامة العامة في الجمعية العلمية الملكية بأن هذا الجدار في أي لحظة ينهار على المصلين وينهار على المسجد ويأدي ضرر أكبر إلى المسجد ويأدي ضرر للعمارة الخلف المسجد العمارة الخلف المسجد حتى يسكن فيها 15 شقة تقريبا أكثر من 100 نفر طبعا يعني طلبت الجهات المعنية بمعينة هذه المشكلة طلبنا الجهات المعنية من منطقة بدر ومن أمانة عمال الكبرى ومن الجمعية العلمية الملكية والرقابة العامة والكل يحضر ويكتب تقرير ولا يأخذ أي إجراء وللأسف الشديد يعني كمان هنا في هذا المسجد الطابق الأرضي غرق بالكامل نعم الطابق السفلي غرق بالكامل والمسجد زيما تلاحظوا السجاد غرق المقاعد والزجاج السقريت والرخام وأدى ذلك إلى مخاسر كبيرة في المادة للمسجد وكما ترون أن الانهيار الانهيار في أي لحظة يلا سقوط هذا الجدار يعني الحمد لله رب العالمين لأله نجان يعني وقال له أني لوم جمعة كانت صار كاردة كبيرة في المسجد ولكن الحمد لله رب العالم بقي اليوم خميس وانتوا شايفين ما صال الله فيه في الحي كامل يصلي في هذا المسجد الحمد لله رب العالمين شو طال من الجهة المعنية بس إنه مجنش يعني الطوارئ يعني شدوا هلو ما ليه معنا بس يعني ما بنطالبين شي دالي ما تحدثوا أن نحن في بداية فصل الشتاء وهناك يعني منخفضات وتساقط للأمطار إن شاء الله متوقعة يعني خلال فصل الشتاء وربما تكون غزيرة ومشابهة للعاصف المطرية الأخير صح ما زبوط كلامك ولسا أنا بداية الشتاء الحمد لله رب العمين والحمد لله اللي جدت عليها قلسة وإذا جدت وكما قلنا نفسها بنزل مرة وينتظر سكان هذه البناية نظرة عطف من الجهات المعنية بمعاينة هذه الأضرار وإيجاد حل لها نتيجة مداهمة سيولمية الأمطار خلال العاصفة المطرية الأخيرة والتي إنبقت على حالها ما ينذر بكارثة حقيقية لا قدر الله من منطقة نزال محمد الفائز الحقيقة الدولية